موسيقى التي سنوافقكم بها في البلاغ الذي صادر عن المجموعات الممثلة لقطاع تعليم السياقة ويتجل في مجموعة من المسائل التي التزمت بها الإدارة مع ممثلة قطاع تعليم السياقة ولم تنزلها على أرض الواقع ومن ضمنها وهو إعادة النظر في دفتر التحملات وكذلك المخطط المديري لفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة وكذلك إعادة النظر في بنك الأسئلة لإجراء الامتحان الطبيقي الذي تقريبا تجاوز منذ سنة 2004 أي تقريبا 19 سنة بهدي باشكان لهذا الامتحان النظري الذي أصبح مصرب وهذا بشهادة جميع المسؤولين منهم الوزير السابق سي نجيب بوليف الذي في العهد ديالو كان خصوية تنزل هذه الأسئلة لحد ساعة لا زالت الإدارة تتلك أو في تنزيله الأسباب لا نعرفها لدرجة أن الامتحان الآن لم يعد امتحان ولا مصرب عبر البيدي ايف محفوظ عن ظهر قلب ما بقاش ذاك المترشيح أنه يتعلم قوانين السير بقدر ما أنه أصبح يحفظ هذه الأسئلة لالامتحان عن ظهر قلب هذا من جهة كذلك كنا مجموعة من المسائل وخاصة الخصاص الذي تعرفه المؤسسات تعليم السيقة في قطاع المدربين المدربين لهذه لحد المدة منذ سنة 2017 كان يجرى واحد امتحان استثنائي ما باش نغطي الخصاص اللي كي يعاني منه القطاع فإذا به كان هناك امتحان عقابي ولم يكون امتحان استثنائي من أجل تسوية الوضعية ديال المدربين وهذه حالة قد شدوا وكان تحت 1400 مدرب لما رسبت فهذاك الامتحان والآن ما في مجموعة ديالجتماعات مع الوكالة الوطنية السلامة الطرقية ولما مع الوزير السابق أنهم وعثون على أساس بشي سهولهم الوضعية ديالهم ولحد الساعة لا زال تضرق من على حالها كذلك كان مجموعة بحل مثلا كذلك كان لكاس بالنسبة للفيهيكيل كان عراقيل من أجل إخراج ذلك الدعم لخصاته الحكومة السابقة لمهاني قطاع تعليم السياقة لأن لا زال البعض يتراوح في مكانه ما يخرج الأرض الواقع وكان مجموعة الإجراءات والالتزامات والوعود التي لم تنزل على أرض الواقع وهذه هم الأسباب التي جعلت ممتل القطاع أنهم يعتذرون على الجلوس مع الوكالة الوطنية إلى أن تلتزم بما تعهد به بالنسبة للسؤال لكم حول لدى ما استطلح عليه بالسيارة الذكية أن مهاني قطاع تعليم السياقة لا يمانعون في إصلاح القطاع وكذلك لا يمانعون في إبعاد العنصر البشري عن تقويم نتيجة الامتحان وذلك نحن هذا الشيء ندين بالإصلاحات ندين بالكل شيء إلا أنه مع كامل الأساف سبق لنا في إحدى الإجتماعات مع السيد المدير الوكالة الوطنية في مجموعة ديال المواضيع وتم طرح السؤال عليه حول وحد العقد اللي كان نقعه مع جامعة محمد السادس متواجدة ببنقرير حول وحد السيارة الذكية لإجراء امتحان قلنا هذا الشيء لحد الساعة ما كان شيء منه وما بعيد شيء هذا كعبارة عن مشروع فإذا بنا نفاجأ نهار 16 جوج 2023 بعد الدعوة التي وجهت لنا أنه يأتينا بحد العربة اللي فيها مجموعة من الألية الحساسة اللي كتقوم نتيجة الامتحان في حين كذلك سمعنا في تصريحي للسيد الوزير وصيع القطاع لو وزير النقل أنه تقول هذا المسروع قال بالحرف هذا المسروع راتم التوافق عليه مع ممتل القطاع وهذا شيء غير صحيح ولم يسبق لنا أن يجتمعنا حول هذا الموضوع وهذه من الأسباب اللي خلت ممتل القطاع تعليم السياقة أنهم لم يعودوا يتقوا في الاجتماعات الصورية بهذا المعنى الاجتماعات الصورية من أجل إنجاز تقارير لرفعها إلى الوزارة الوصية بأنهم جمعوا مع ممتل القطاع وأنه 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 وغير هذا شيء رمكين من نواله اشتركوا في القناة